السلام عليكم رجعنا في فيديو جديد من سلسلة شرح فيديوهات الرياضيات للصف الثاني الاعدادي هندسة الترميل اوه ده الفيديو اللي 32 لدينا في السلسلة دي لو حابب تفهم نظام السلسلة دي ماشي ازاي هزهر لك فوق هنا علامة اي هنا او هنا اضغط عليها واسمع مقدمة الفيديو اللي هزهر لك وانت هتفهم بشكل عام احنا ماشيين السلسلة دي ازاي تعالوا نشوف مفتاح المثالة اول حاجة عندي نتيجة نين بتقول منصف زاوية الرأس في المثلس المتساوي الصقين ينصف القاعدة ويكون عموديا عليها منصف زاوية الرأس اللي هو الف دالة يعني انا في الشكل اللي عندي كده عندي مثلس الف به جيب في الف به بيساوي الف جيب مثلس متساوي الصقين اول شرط عندي ان يكون المثلس متساوي الصقين عندي الف دال ينصف زاوية به الف جيب الف دال كده مخلي زاوية الرأس اسمها لزاويتين متساوياتين في القياس فان اول حاجة واقع دال سيتarre ايضا ايضا الجيم كانت більف ملي硬ا عن دال ما يبقى بالدال جيم بتعiin محور تماثر القطع المستقيم ما هو محور تماثر القطع المستقييمة supernatural عمودي وتماثر القطع من مختلف العمودي على قطع المستقييمة من مستقيم يعني عمودي كده على قطع مستقيمة من منتصف من المنتصف بيبقى اسمه محور تماثل قطع مستقيمة ليه اسمه محور تماثل لانه بيخلي الجزء ده مثل الجزء ده فبيبقى محور تماثل ففي الشكل المقابل اللي عندي ده المستقيم لا عمودي على ألف ب وجيم تنتمي للمستقيم لا يبقى جيم منتصف ألف ب يبقى المستقيم لا محور ألف ب ده الكلام اللي أنا بيستخدمه في البرهاء ان أنا بيبقى عندي مستقيم عمودي يبقى جيم في المنتصف يبقى لمدة محور تماثل مباشرة طيب عكس الخاصية بتقول ايه بتقول لو عندك نقطة على بعدين متسويئ من طرفية قطع مستقيمة فان هذه النقطة تقع على محور هذه القطع المستقيم اللي هو محور التماثل طيب يعني ايه يعني لو عنده نقطة جيم كنه تقع على بعدين متسويئ من قطع مستقيمة اللي هي الف به يبقى النقطة جيم دي تقع على محور التماثل تنتمي المحور التماثل يبدو أن لدي جيم نقطة بحيث جيم ألف يسوي جيم به يعني مسلس 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 فيه يبدو أن جيم تنتمي لمحور التماثل اللي هو ألف به تعالوا نرى المسألة يقول لي في الشكل المقابل ألف به جيم مسلس فيه ألف به يسوي ألف جيم وألف ه ينصف زاوية به ألف جيم ألف ه تقاطع به جيم يعني ألف ه تقاطع به جيم تقاطع في النقطة دال تنتمي لألف ه دال موجود على ألف ه برهن أن به ه نص به جيم به ه اللي هو ده نص به جيم اللي يأكل لنا وإن به دال يساوي دال جيم تعالوا نشوف البرهام مع بعضك هنا أول حاجة في المثلث ألف به جيم طالما المثلث متساوي الصقين يعني ألف به بيساوي ألف جيم وألف ه منصف ده من ضمن المعطيات يعني منصف يعني نجّل الزويتين قدوا بعد زي ما ظهره قدامنا يبقى أوتوماتيك أستنتج أن القاعدة دي متنصفة يعني به ه بتساوي ه ه جيم يعني به ه ه cooperation ه ثبت أنه به ه Bread كلها هذا المطلوب أولا نتوقiji يون CAPتعت أنه به ه وننص به جيم الحاجة الثانية اللي أستنتجها من المعطيات بتاعت هذه إن ألف ه ه عمودي على به جيم لأنحم ونصف زوية الرأس ويكون عمودي عليها طب هو عمودي عليه يبقى الزاوية دي 90 درجة طب طالما هو عمودي يبقى ده محور تماثل على طول طب محور تماثل ايه القطع المستقيمة بهجي طب هي مش النقطة دال دي بتنتامل ألفها يعني بتنتامل محور التماثل يبقى النقطة دال دي بتقع على بعدين متساويين من القطع المستقيمة بهجي يبقى بهدى بيساوي دال جي وده المطلوب سنة مسألة بسيطة جدا هو عبارة عن التعريف بتاعي بطبقه النتيجة بتاعتي بطبقها ينصف القاعدة وبيكون عمودي عليها هو ده حل المسألة أتمنى تكون استفدتم من الفيديو وشكرا والسلام عليكم